السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباراة مهمة كانت النهاردة تونس والمغرب قمة الكورة او قمة مستقبل البلاد لتونس والمغرب شباب تحت عشرين سنة مباراة مؤهلة او بيلعبوا في مجموعة فيها تونس المغرب الجزائر ليبيا الاربع منتخبات دول هيخدم انهم منتخب واحد بس يلعب في بطولة افريقيا ما عرفش دي حاجة عجيبة جوارده تصفيات عجيبة ونتفاجئ اولا قبل البطولة يعني النهاردة افتتاح المجموعة كل منتخب هيلعب تلات مطشاط كل منتخب هيلعب تلات بلاد اللي معاه في المجموعة يعني مثلا النهاردة المغرب لعب تونس وهتلعب جزائر وهتلعب ليبيا وهكذا بقية المنتخب طب انت مفيش حد يعرف حاجة عن البطولة مفيش اي تنويه مفيش اي اعلان مفيش اي حاجة ده رقم واحد رقم اتنين للمطشاط النهاردة لم يراها احد ليه هل هو ده الدعم للشباب انا مسلت بلدي في منتخب الشباب ده ما كنت صغير خدنا بطولة افريقيا اللي هي هتلعب في شارف برد احنا في مصر كسبناها وانا كان ليا الحظ ان احرصت هدف المباراة النهائية واحرصت هدف الوصول بمصر الكسب العالم للشباب الحمد لله انا كمصطفى صادق الحمد لله كان ليا بصمة مع منتخب بلادي منتخب مصر فانا احس اقدر ان احس هل هو ده الدعم للشباب اللي هو مستقبل الكورة في افريقيا العشرين سنة لتونس منتخب عشرين سنة الجزائر منتخب عشرين سنة ليبيا منتخب عشرين سنة المغرب هل هو ده الدعم هل هو ده الدعم ان مباراة مسيرية زي النهاردة للمغرب وتونس اتعدلوا سفر سفر هل هو ده الدعم ان انا مزعاش على ولا قناة انا كان ورايا مشاوير وشغل كتير النهاردة لغيته خالص علشان اهتم بابطالنا الشباب اللي هم محتاجين مننا بتاعة مستقبل الكورة انا فاكر كويس اول ما كان عندي سبعتاشر سنة او 18 سنة لما يزع لي يا مباراة في التلفزيون بابقى فرحان قد ايه بابقى مندهش قد ايه يا انا هلعب النهاردة لما تجيلك كورة فيه الفات الناس هتشوفني على شاشة التلفزيون ده ده الدعم للناشئ الشاب الزغير ده محتاج الدعم حاجات بسيطة احنا ما نحسش بيها بتفرق معاه فانا حزين يبقى تونس والمغرب والجزار وليبيا يسفروا ويجوا هنا مصر يلعبوا مجموعة شامل افريقيا كل منتخب هيلعب ثلاث مطشاط الجزار مثلا هيلعب المغرب وهيلعب تونس وهيلعب ليبيا وكله كده لما لما تشوف مطشاط ده مش متزاعة في التلفزيون ليه السبب ايه السبب يا اخي ده انا انا لما كنت مع المنتخب رحنا كاس عالم لقينا في كاس العالم شركات اه شوكولاتات عامللنا ترنجات هداية شركات اه مياه غازية عاملنا ترنجات هداية خد نشونط كتيرة اه اه احزية بقينا احنا صغيرين بقينا يا كرة حلوة كده كرة جميلة كاها رحين للعب كاس عالم وبناخد الهداية دي والإعلانات دي بيدوروا على الحاجة اللي تفرح الشاب الصغير وتفتح نفسه ان يكمل في البطولة وبيكمل في المطشاط انا حزين حزن كبير جدا انا منتظر المباراة وعايز احل المباراة للمغرب بتونس نشوف شباب من اولا اني شفتهم في بطولة كاس العرب اللي في السعودية شفت كل المطشاط ونقل جميل وملاعب جميلة للأسف للأسف الشديد انا ما شفتش المباراة تصدمت هو ده هو ده الدعم للشباب الشباب دي ممكن التلات مطشاط النهاردة اللي تلعبوا المطشاط اللي هتتلعب بطولة شمال افريكيا دي التصفيات دي اللي بتتلعب النهاردة دي ممكن لعبها تحترف ممكن لعبه يتشاف كويس ممكن واحد يحرز هدف عالمي يتزاه على القنوات والناس يشوفه يشوره عليه يحترف فيه لعبه كتيره لعبه كتيره احترفت في مصر وتلعت على اوروبا يعني فيه لعبه اتشافت من مصر افارقه اتشافت من مصر وسافرت على اوروبا على احسن الانديه يعني ممكن مصر البطولة هنا الناس تشوف العيبة وتشتريها وتحترف مفيش اي اهتمام ليه مفيش اي اهتمام ليه انا حزين والله جدا يعني اشوفه بدل ما كنت هعمل فيديو وتكلم على المباراة عملت فيديو للواحد حزين جدا ان احنا ما بندعمش شبابنا ما بندعمش شبابنا ودلوقتي بيلعبه مفيش حد حتى مبارح اي تنويه عن المباراة الساعة كام ولا شكرا شكرا